بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله رب العميل النهاردة هنبدأ ان يحل بتاع آآ سؤال سؤال كده ان شاء الله ان شاء الله يكون كويس يفيد الناس كلها طبعا احنا ما بنحلش كتير في الحصة لان احنا اتفقنا قلنا جماعة اليوتيوب بالنسبة لنا بحاجة اساسية علشان خاطر ما اناك طويل فبنشرح كم ايامة في الحصة عشان خاطر ان نحق نخلص المنهج بتاعنا المفوك كان كل سنة بتشرح في تيرم كامل دلوقتي بدقين التيرمون متأخر وكمان نفس الكمية وما فيش نية للالغة فاحنا بالنسبة لنا اليوتيوب دي حاجة اساسية وحاجة هنمتحن عليها كمان ومسؤولين عليها لو في طالب محتاج حاجة سؤال معين او حاجة ما فيموش برضو من على اليوتيوب فباش مشكلة يسألني فيه ان شاء الله رب العالمين على تحت امر اي حد اول سؤال بيقول كده ندخل كده نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم كده سمي الله كده وعلمي لك على هاية دي واحدة بعدها يعني من الكبير للصغير من الكبير للصغير طب تمام دي اول حاجة الحاجة التانية السؤال التاني بيقول اه انا دلوقتي مش هبدأ اعبر عن ايه اول حاجة طبعا ده عبارة عن لو احنا جدا قبرنا هنا هلاقي ان عندي هنا عبارة عن اتنين طوال يعني عندي الاكس والاكس طبعا ما دي اتنين طوال يبقى انا كده قادر اجيب السكس بتاع الفرد اللي قدامي لقى جماعة اللي هم السمات الكروموسومز هنا عندي يعني دي كده دي كده عندي عبارة عن خلية جسدية فيها آآ فيها او سمات الكروموسوم بلاس اكس اكس ده كده عبارة عن آآ دي عبارة عن بتاعت في ميل ان هي عندها اكس اكس والاتنين اكس طوال لانا عارفهم عبارة عن اهو ودي واحد ودي التاني رقم اربعة ما اقدرش اقول ما اقدرش اجيب ما اقدرش اجيب حل البدنية بتاعته او جسده لاش علاقة اصلا هنا ده بيعبر عنها ايه ما عنديش ما اقدرش ان انا عبر هنا بالكاريو طايب سؤال رقم تلاتة بيقول الكاريو طايب بيختلف عن بعض في ايه في الميل وفي الفيميل لو احنا فاكرين يا جماعة الميل بيبقى عنده سكس كروموسوم اكس واي اكس طويل واهبل والواي هاقصيارها وازع والفي ميل بتبقى اكس اكس بمختلفين عن بعض في الطايب اف سكس كروموسوم انما هم الاتنين عندهم نفس اللي اتنين شبه بعد سؤال رقم اربعة بيقول نركز بقى في حتة دي بالله عليكم جماعة يعني كائن حي ما قالش الانسان عشان خطر ما حدش يجي بص يقول لي ايدي يا مستر مش هفودي يكون اقول له معلاش اصبر ده بيقول لي مش الانسان ده عبارة عن كائن حي جايب بتاعه ابدأ بص هنا موجود على شكل يعني ان وان يعني السل دي على بعضها فدي كده عبارة عن خليها جسدية ابدأ بص هنا على بتاع عشان خطر ده هو المسؤول عن اتعرف على الجنس عنده اكس طويل واي قصير يعني عنده اكس واي يبقى ده كده عبارة عن بتاعة ميل ده عبارة عن الناس يا جماعة اللي لسه متلغبطة لحد دلوقتي تعال اخذك على جنب كده ونتكلمه في حاجة انا عندي جماعة كم نوع من السل انا عندي نوعيني اتنين من السل عندي اول نوع اسمه الخليقة الجسدية سوماتيك سل وعندي في حاجة اسمها ساكس سل او جاميز جماعة السوماتيك سل دي ان ولا تو ان اي خليقة جسدية في جسمنا جسم الانسان من اول شعرية لحد ضف الرجله عبارة عن بمعنى بمعنى مع معنى اصلا ده كان جاي من سكن تاني كان موجود والكان جاي من الليفر تاني موجود والكيدني هي هي نفس الشكل ولكن حجمها زاد مع يبقى هنا ميتوزس بالتي قال جماعة ميتوزس بالتي انما حتى جماعة لك على حاجة حتى الجونتز او السكس او الجونتز هي كمان بتكون اهو الجونتز نفسها بتكون الجونتز جديدة او ممكن الجونتز تعمل عندي او الجونتز ممكن تبقى تو ان تيجي تعمل تكون سكس سيلز او جميتز اللي هي بتبقى ان فانت اخدت نص العدد يعني ها مايوزس بالاي اهو بمعنى مين في الانسان الجونتز دي زي في الميل بيكون في تستس تو ان لما بتيجي تعمل تكون سبيرم الحيوان المنو بيبقى ان طب بالنسبة للفيميل بتاعت عندها بتيجي تعمل تكون فانت اخدت نص العدد في عندي فيه ده كده الميل بيبص الفوق والفي ميل بيبص التحت انا عندي هنا جماعة حصل ايه مايوزس بالاي اهو في ده كده اسمه مايوزس بالاي يبقى لو بالتي نص نفس العدد لان دي بيكون والجلد الجديد شبه الاصل بالزبط انما مايوزس تو ان عطاني نص العدد ان يعني لو دي هيديني طب بالنسبة البلانت البلانت بيكون عنده حاجة اسمها الانثر ده موجود في الفلاور هيجي يكون ايه او البولنز ها البولنز دي عبارة عن الميل جميت طب الفيميل بالنسبة للبلانت في في الفلاور عندها ان ولا تو ان هتكون ايه هيكون دي عبارة عن ان. ده الفيميل جميت. يبقى اول اتنين دول بتوع الهيومن. الاتنين التانين دول بتوع. ولازم ناخد بالنا لان لازم انا هشتغل جزء كبير من البلانت الدرس التاني. لو انت واخد بالك ان البلانت انا تم时沒有 قول العالم مندل بسلة والعالم من ده جماعة كان عبارة عن ايه العالم مندل ده. آآ كان بيكون بيشتغل عالبي ولكن لو انت لو انت مركز وعارف ان الراجل ده بدأ ان هو ويدرس على البي بلانت وهنا اتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله رب العالمين. دي كده كنت بفكره كده فكرة سريعة كده بالقصة اللي عندي. سؤال رقم خمسة. تمام? هاسأل نفس سؤال. كل مرة هاسأل سؤال. هل هي? لو انت عرفت ان الجلد ده عبارة عن ايه? يعني فيه كم كروموسوم فورتي سكس. طب نجد رجع تاني كده للكلام عندنا لو احنا عندنا هنا. آآ جماعة السوماتيك سيل السوماتيك سيل دي بتكون تو ان يعني فورتي سكس. تمام زي الفول. لما اجي اتكلم بعد كده على. اقول مسلا انا عندي آآ عبارة عن فورتي سكس كروموسوم. انما السكس سيل بتكون ان يعني اني بتوينت ثري. تمام زي الفول. طب تعاني كده نرجع لكلامنا تاني. لو عايز اتكلم على. اف ده نمبر اف كروموسومز ان اسل اف هيومان سكن is تونت ثري بيرج. سو. ده نمبر اف كروموسومز ان ذا سبيرم. الاسبيرم ده جمع. ان ولا تو ان ده عبارة عن سكس سيل ان. يعني كم كروموسوم توينت ثري كروموسوم. طيب. اه 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 من الصح? يا بص على اول واحدة. الله انت بتبدأ بتوينت ثو لا ما ينفعش. احنا هنا بنقسمهم. يعني ايه بتدى على شكل ازواج المتمثلة. او ازواج المتمثلة دي. نعم بتقسمها ازاي? يبقى عندي كده انت تبدأ بتوينت ثو غلط. تبدأ بسفن غلط. انا هبدأ بون. طب حلو هنا بص كده. اه ايه ده هما ايت بيرز ولا يعني كم كروموسوم اجا بص على دي هنا كده كده عد اه يبقى هي دي الصحة جماعة. هي دي الصحة لانا عندي هنا عبارة عن ايه? عندي تلاتة وعشرين زوج. اضربهم في اتنين يعني عندي اهو توتل اهو. هو بيقول لي في طالما يبقى اكس طويل وواي قصير. اللي اجابة عندها تبقى ها دي. تجي نشوف السؤال اللي بعدين سيفن. في ميل. في ميل. ايهل في ميل يا جماعة? في بتاعها. بص يا جماعة. احنا كنا قولنا يا جماعة ده عبارة عن عندي كروموسوم اسمه سيفن. صح? قلت له صح? وفي كروموسوم اسمه ايت. البير صح? ده ما كانش مكانه الاصلي وما المكانه كان فين بعد يعني مفروض الترتيب الصحي بيعمل كده. وبعدين وبعدين ايت. يعني مفروض سيفن اكبر من ودائما نفتكر المنظر ده عندك في اي سؤال يحل لك اي سؤال عندك وما يلغبطكش. يا جماعة بالنسبة ده يبقى اكبر من مين? مفروض ده الكبير وده الصغير. يبقى سيفن اكبر من تونت ثري. تونت ثري اكبر من ايت. يبقى انا عندي تونت ثري اكبر من مين? اكبر من ايت. طيب. فيها كم كروموسوم اكس اكتب بتاعتها عبارة عن دول كده بسميهم سومات الكروموسوم او شبه بعض في الميل والفيميل. هو قال لي عن اكس واي والاكس اكس اولو لا اكس واي. الا جماعة ده عبارة عن يعني فيها كم كروموسوم? بتاعها عبارة عن دول اوتو سومز بلاس الاوفم بيكون اه عبارة عن ايش معنى? اصلا الاوفم ده كان جاي من اين? كان جاي من اوفري. فورتي فور بلاس اكس اكس. ولما جينا نكونها حانا حصل مايوزيز بالاي عطاني نص العدد. فهنا عندي انا بعمل الليش اما بين. عدد السكسو كروموسوم اكس هنا وهنا. هنا جماعة انا ممكن اعمل منكم اجيب لك السؤال اقول لك النبر اوف سكس كروموسوم في وبالنسبة لسكس سل يعني دي عندي عبارة عن سكس سل دي عندي سكس سل. انا عندي هنا كام اكس كروموسوم واحد بس. عندي هنا في كام سكس كروموسوم اكس واحدة. يبقى بالترتيب الاول وبعدين تقول لها مثلا اقول لك مفيش مشكلة عادي. طب تقول لي مثلا برضو عادي. انا بعمل ما بين. النبر عدد السكس كروموسوم اكس. طيب. اكبر عدد عندك هتلاقي هو الكلب هو عنده اكبر عدد من الكروموسوم. عنده كم? عنده ها سبنتي ايت. حلي بالسيادتك ان النبر اوف كروموسوم دازق مالوش علاقة. ها او اه او التطور. يعني الكلب ما عندهش ثمانية وسبعين كروموسوم. احنا عندنا ستة واربعين يبقى هو احسن مننا وهو متطور عندنا. لا 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 خلص. النبر اوف كروموسوم دي خلت ربنا سبحانه وتعالى. مالاش علاقة بانك انت. ها انت اه اه في انت متطور هو متطور انت هو مش مالاش علاقة خالص. دي هذا خلق الله. سؤال رقم عشر. يعني عبارة عنها. ده عبارة عن سوماتيكسل. جماعة. ده كده الشخص ميل ولا في ميل? في اكس طويل? وي قصير. يبقى الشخص ده كده عرفنا ان هو ميل. تمام? من هو الطويل? ال اكس طويل. اهو? والي قصير. اهو? ال اكس ده طويل. من المحتمل او واحتمالية. هو الشخص ده عنده في السوماتيكسل كروموسوم. الكروموسوم بتاعي تعبارها عن الهم توينتي تو بيرز. طالما هو ميل يبقى اكس واي. اي سوماتيكسل يكون في اكس واي. احتمالية وجود الكروموسوم الطويل اللي هو ده. في اي سوماتيكسل لازم يكون مية في المية عندي اكس كروموسوم. ليه? اي سوماتيكسل فيها التركيب ده كله على بعضه عند الشخص ده اللي هو الميل. يعني عنده كروموسوم اسمه اكس وعنده واي. انما لما اجي اتكلم على دي قصة تانية. اللي هو سأقول لها اللي بعدين. ده شورت الكروموسوم اللي هو الواي ده. ماله? لا دي نتكلم فيها على جنب ندي فيها شوية كده على جنب ونرجع تاني. بص يا اخوانا. لو عايز اتكلم على الميل والناحية التانية الفي ميل. انا عندي الميل ده عبارة عن اجي اكتب الميل في السوماتيكسل طبعا. اه ولا يكن دي سوماتيكسل ولا يكن تمام? هكتبها ازاي? لما نيجي نعمل عشان نكون هتكون انه عني اتنين من ده ايه? نص العدد. هيدين اسبيرم اسمه وفي اسبيرم اسمه الله انا كده عندي كم نعمل من عندي نوعين اتنين. في اسبيرم اسم وفي اسبيرم اسم سبيرم واي. اتعال نبصوا على الفيميل. بتاع الفيميل ده عبارة عن سوماتيكسل يا جماعة اعضاء التقاصر بتاعة بتبقى يعني ولكن لما بيجي حصل لها تكون بيحصل لها ميوزز. ده كده يعني هنيجي نكونها هيبقى عبارة عن بتاعتها هيجي هيحصل لها مش هتكون غير نوع واحد بس من لكن انت هتاخد من هنا نص العدد وهنا نص العدد. ده كده عبارة عن ايه? ده عبارة عن لذلك بص يا جماعة. في اسمه اسم 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 في كل عملية تزاوج ما بين الميل والفيميل الميل بيكون ولكن في اسبيرم واحد هو اللي بقدر ان هو يختارك ويدخل جوه لو ده الاولاني ده هو اللي اختارك محاصل فيخلفه عيل اخد من الميل واكس من الفيميل يعني كده الطفل اللي جاي ده عبارة عن في ميل. حلو. طب لو لو ده هو اللي دخل جوه وحصل يديني اخد اكس من الام والواي اخدها من الاب. لزيج ده يعني الكروموسوم واي هو اللي عمل يبقى اللي طفل اللي جالي في السكة ده عبارة عن ميل. يعني يا جماعة من اللي بتحكم في بتاع الطفل اللي جاي? الميل ولا الفيميل? تقول لي الميل. وده موجود الاخر درس في ان الميل هو اللي بتحكم. ليه? اصلا الميل كده كده عندهم عيني اتنين منها. فيه على حسب من اللي هيقدر اختارك ويعمل ويتخل جواها. انما الفيميل يعني هي نوع واحد بس من وعمل مستنية الكروموسوم التاني اللي هيجيلها من الميل. طيب يعني مش كل مش كل فيها اكس وفيها واي واتنين مع بعض. الاكس والواي دي بيكون موجودة في بس الاتنين موجودين. انما في يأم اكس يأمها يأم واي. يبقى ما قدرش اقول هنا اقول ده شورتر كروموسوم اللول واي. الواي ده ان اش معنى مش هينفع اقول ان انا عندي فيه جميت عبارة عن اللي هو وفيه لان نص العدد بيبقى اكس ونص العدد بيبقى واي. اقل عدد بيكون موجود فين? بيكون موجود في البصل كم كروموسوم سكستين. ان هيومن دفرز فروم ايش اثر ان ذا. اه الاسبيرم حتى سؤال جاي هو. جماعة الاسبيرم بيختلف عن بعض في ايه. تعالنا ارجع له تاني ليه بتاعتنا. انا عندي في اسبيرم اهو اسمه في ويكونها بيبقى واي. طب يا جماعة في اسبيرم اكس واسبيرم واي. كلام جميل. انا دلوقتي مختلفين عن بعض في ايه? وده يعني شبه بعض في او في مختلفين عن بعض في هنا في كروموسوم اكس وي. يبقى مختلفين عن بعض في انما شبه بعض. يبقى مختلفين عن بعض في سؤال رقم ترتاشر بيقول ده جماعة اللي هو في اه في بيبقى رقم بيتميز بايه? اول حاجة مفوضيكم موجود. بعد رقم اه صح? ترتيبه في اخر طب صح? بنسميه كلام صح? يبقى اللي اجابة عندي هتبقى اللي اربعة التلاتة اللي عندي صح? يعني هتبقى اللي اجابة الرابعة. جماعة بتاع الميل والفيميل. اول اربعة واربعين كروموسوم شبه بعض في الميل والفيميل. يعني اول لهم السمات الكروموسوم او شبه بعض. ولكن مختلفين عن بعض في الاتنين اللي هنا. لو يبقى في ميل. طب لو يبقى ها يبقى عندي الميل. يبقى اللي اجابة عندي هتبقى مختلفين عن بعض. سؤال رقم خمساشر بيقول جماعة الجين عبارة عن ايه? عبارة عن لو عايزين نشرعوا الحتة دي على جنب كده للناس اللي مش حضر اول الدرس. آآ ممكن نقوله آآ مين جوه مين جوه مين صلي على اللابة الاول كده. وتعال نقول لك مين جوه مين جوه مين? لما نجي نتكلم عن ان ان عندي حاجة بالمنظر كده جماعة انا عندي سل اياد السل جواها بيكون في اهو ده كده جوا بيكون فيه كروموسوم بقى بالمنظر ده ايدي الكروموسوم. الكروموسوم ده عبارة عن ايه? كان عبارة عن دي اي اي وهي ستوم بروتين. لو انت فاكر شكل دي اي اي. الديني عبارة عن دابل استراند اهو دابل منظر ده كده. تمام? ده عبارة عن موجود مسكين في بعض. انا هابدى اعمليه هابدى اقطع الى ثري جين الى ثري هسميهم جين. والتلاتة دول هسميهم جين. لو بيسموهم بعد كده جينوم او بيسموهم في سينير تري. ده عبارة عن جين ده عبارة عنها عن جين. يعني انا هنا جماعة لو انا عندي هنا دي اي وعندي هنا دي اي اي. خلت لك انا عندي هنا هقول لي ان دي حتة اسمها جين. ودي جين ودي جين ودي جين. ودي جين. يعني الكروموسوم كاري جينز. تم تيجي مستر ما تقول لي مين جوه? مين جوه مين? تعال اقول لك. انا عندي السل جواها في نيو كليس والنيوكليس جواها في كروموسوم والكروموسوم جواها دي انا قطعنا دي انا كل اللي تسلسهم للنيو كليенное تحت بعض ابدأ قول ايه ابدأ اسميهم عندي جين ويعني الجين متشال على الكروموسوم يعني لما كمان شوية قلت دا كده عبارة عن كروموسوم شال على الجين كاري جين كاري جين تقول لي اه مستر الكروموسوم كاري جين ده الكروموسوم الواحد بيكاري هندردز اوف جينز بيكاريها مئات من الجينات. طيب تعال كده نشوف بقى تاني عندي اه السؤال بتاع بيقول رقم ستاشر. يا جماعة مباشرة. قلنا الترتيب بتاعنا عشان قد راجح للسؤال ده اعمل ايه? قلت اعمل كده. لما يجي اقول اجي هفكر ازاي اقول ما اجي هذكر الحتة دي قل ايه? بعدي مفروض يكون في النص ما بينهم وبعض حتى عندنا في المنهج بتاعنا قال مفروض تكون موجودة يعني هنا يعني يعني يا جماعة انا عندي هنا مين اكبر منه كمان ولكن في السؤال هنا بيقول لي مباشرة يعني مين اكبر من مباشرة على طول طالما قلت في السؤال مباشرة ناخد اللي قبلية على طول مباشرة يبقى او ما لو ما قالش كلمة هختار سيفن وتون تثري لاني لتنين اكبر منه. تبقى نخلي بالن من السؤال ده بالله عليكم. كلمة خليتني ان انا اختار الاجابة طولة طب ما هو اكبر من ايت انا عارف والله. بس هو لما قال لي مباشرة معناها ان هو عايز للقابليه على طول يبقى امتى هختار الاجابة دي اللي هي مع بعض? لو شننا كلمة دي من السؤال هبدأ اختار الاجابة تبقى مع بعض. نخلي بالن من حتة دي وبيلعب بالالفاظ. اه بتاع في الميل اكيد يبقى عبارة عن اكس واي تمام. اه اه بير ننبر سيفنن سايز لا وده ما كانه الحقيقي. جماعة انا بشوف من الاجابة الغلط اكسبت. الكلام ده صح. انه مفوض يكون موجود بالنسبة للحجم يكون بعد سيفن. ولكن هو موجود في اخر الكريو طايب. صح? حطوه في اخر الكرموسوم. صح. لا يا جماعة هما كلمة معناها معناها موتى مثلة. يعني شبه بعد. لا ومش شبه بعد. الاكس حاجة والواي حاجة. ده الاكس طويل وهبا. والواي قسير وازع. اكس واي. كلام محترم. سوى الرقم تمنتشر بيقول. احنا عندك فاول بيجي عندك في البوكلت هتلاقي تحت على الشمال الصورة دي بالزبط ان الكاريو طايب احلى صورة الكاريو طايب بيكون في الكرموسوم واضح هي الحالة دي ومكتوب جنبها ان هي حالة الميتافيز ان هي ممكن تلاقي فيها احلى صورة الكرموسوم بتعمل منها حاجة اسمها كاريو طايب. طيب تعانيش سؤال رقم تسعتاشر بيقول. اوتوصوم يعني سمات الكرموسوم في الاوفم. هو الاوفم ده عبارة عن ايه? لو انت عرفت اللي هو يعبارة عن ايه? عبارة عن ايه? عبارة عن اوتوصوم بلاس وان سكس كرموسوم. اللي هو بيبقى يسموها جماعة بيبقى يسمو اكس. لو انت عرفت ان النمبر ده هسميه اكس. تمام. اه. اه. ركز الحتة الجاية دي بقى بالعليج. انا بقول لك السيادتك. لو انت عرفت ان انا عندي في حاجة اسمها اوفم. ده بويضة. الاوفم ده عبارة عن اوتوصوم او سمات الكرموسوم وده سكس كرموسوم ولو بيبقى اسمه اكس. لو شلنا كلمة حطينا مكانها اكس. يبقى الاوفم بعبارة عن اكس بلاس وان. هو دلوقتي يعاطيني السكس اللي هي الان. عايز يعرف الشخص ده السوماتيك سيل بتاعته. الخليج الجسدية بتاعته. ان ولا تو ان? اقول له تو ان. يعني انا معي الان. عايز اجيب التو ان. اه. يبقى تايمس تو. يبقى دي بدي في اتنين. يبقى تو هنا. وتو هنا ذي الماث. توزحها. يبقى السوماتيك سيل عبارة عن تو اكس بلاس تو. وكأني ولياكم مسلا ده كده الاوفم عبارة عن سوماتيك سيل تو ان. الاوفم عشان اكون منه اوفم كنا بنعمل مايوزز بالاي باخد نص العدد. كده دفعتها. انا كده انا معي كل مرة كان بيبقى معي اجيب منه اخد نص العدد. انا هنا معي وعايز اجيب يبقى هعمل يبقى انا كده جبت او جبت بتاع الخليج الجسدية قلنا ولكن هي ما هو عبارة عن سيكس سيل او جوند والجوند دي كلها عبارة عن اه عبارة عن سوماتيك سيلز. فالاجابة عندها تبقى السوماتيك سيلة سؤال رقم عشرين بيقولي. ده لما قال لي يعني كم كروموسوم ستة واربعين. تمام? اه عايز بتاع السبيرم. ماش يعمل? والسبرم عبارة عن ايه? اقوله السبرم ده عبارة عن او سومات الكروموسوم او سومات الكروموسوم او ده كده عبارة عن يا اما ده يا اما ده. هو عايز يعرف ايه? ده نمبر لو انت مغمضت عبارة عن سؤال حلو. لما اجا تكلم بعد كده على السؤال اللي بعدي بيقول او كده يعني عايز دليل. بص يا سيدي. اول حاجة. مش صح? الكلام ده صح. ليه? لانك انت يرجع العدد تاني لكن انت بتاخد من الاب ومن الام. يبقى خلاص بعدها بقى سايبت زي الاول. افتر. اقول له يا اجابة دي هي دي الغلط. ليه? لان يا جماعة احنا قلنا في السوماتيك سالز عددهم بيكون فيها او في الجميع زي او بيكون عددهم في عددهم مش مش متماثل في او في اه او انواع السلز كلها على بعضها. لازم يا جماعة احنا بنحلل الاسئلة ابص على كل اختيار اقول ده لي لأ وده لي لأ وده لي لأ. يبقى لاجابة تبقى دي. تمام. اه بعد كده هبدأ اشوف. السؤال اللي بعديه ده رجل سؤال مهم جدا وسؤال حلو جدا. انا هكبر كده شوية. بيقول ايه? كلمة يعني عبارة عن سائل منوي. يعني عبارة عن سائل منوي اللي بيكونوا الميل او اثناء عمليات التزاوج. يعني بالترتيب. يعني ده عبارة عن دم وده عبارة عن. عايز التوتال نمبر اف كروموسوم. هو الكروموسومز دي موجودة فيهين موجودة جوة. فانا هدى ادور على. دي عبارة عن. انا عندي هنا ده كده عبارة عن ايه? ودي عبارة عن ايه? يمكن صوتة نباح الترمي الاولى اللي قلنا الدم بالكم من اربع حاجات. بلازما. احمر وابية دي بقى. اللي انت شايف بعينيك هنا. هل انت شايف هنا دي عبارة عن ايه? دي اكيد عبارة عن. صح ولا غلط صح? دي. ما فيش فيها مش شايف. انما دي فيها 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 دي فيها ودي نفس القصة. انا عندي هنا كم عندي فور واي بلد سلز. هاسأل نفسك سويل. هو دي عبارة عن تقول لي سوماتك سل يعني اضربها فهم كم ها? يبقى يطلع عندي يا جماعة عبارة عنها مية اربعة وتمانين. يبقى انا عرفت معلومة دلوقتي ان ما بيكونش فيها انما بيكون فيها تعالي نشوفوا الناحية التانية. ده عبارة عن سائل منوي يعني فيه هبدأ يعد عندي كم سبيرب? وان اه ناين تاني. يبقى عندي طيب عندي كم كروموسوم عندي كم سبيرب تاني. دي عبارة عن يعني فيها تونت تري كروموسوم. يبقى يدينيها متين وتلاتين. هو عايز اجمعهم مع بعض. هيديني فورتي هيدينيها فور هندرد فورتين. يبقى جيب عندي اربعمية واربعة عشر. لو مش فاهم رجع الفيديو تاني واسمع مرة والتانية. انت عايز تجيب والكروموسوم ده بيكون موجود فين قلنا من شوية. لو دي كده عبارة عن سال. دي جواها والكروموسوم بيكون موجود جوا. فانا هشوف عندي كم هقول ايه جواها كم كروموسوم. طبعا هو كروموسوم واحد. سواء بقى في يبقى فورتي سكس. في السكس يبقى ها تونت ثري. سؤال رقم تلاتة وعشرين بيقول اول حاجة بيقول لي ستة واربعين دي ان ايه? طبعا انت تتكلم على مين? الاول سماتك سل وبعدها الجميت او السكس سل فيها ستة واربعين ها? تمام كده? وتلاتة وعشرين اه تمام. الجابة دي صح? وعايز يجيب الجابة الغلط. وقبعة تنسى او ما تاخدش بالك من كلمة ستة واربعين كروموسوم. اه اجابة صح. تمام? جماعة عم عاصل السماتك سل دي عبارة عن ايه? سماتك سل دي عبارة عن فورتي فور. ممكن تبقى اكس اكس او اكس واي. لو بلاس ايه بلاس مسلا توق سكس كروموسوم. الجميت. ده عبارة عن ايه? توينتي تو بلاس ون. طب او او هنكتبوا اركام دلوقتي انهم مش عارفين الشخص ده ميل ولا في ميل. هنا بيقولي اه طبعا في السماتك سل في توسكس كروموسوم. طب بالنسبة الجميت بيقولي او سماتك كروموسوم. اقول له اه رجابة دي صحة فعلا. هل انا عندي هنا في ستة واربعين? لا ده هما كلهم على وقت ستة واربعين. هو بيقول لي هل ينفع الكلام ده? لا ما ينفعش. على كده ايه? وارج معنيك? تاني? ما ينفعش ان انا يكون عندي سماتك كروموسوم. عندي فورتي فور. ماشي. هو عندك في سماتك كروموسوم او اوتو سوم. فالاجابة هتبقى الغلط الوحيدة هي دي. خلي بالسيادتك لو انت تجد خط هنا عندك. هنا ان ولا تو ان? تو ان. اهو ان وان. ان وان. ان وان. طالما هي تو ان. يعني ده كده عبارة عن مثال عن السوماتك سيلز. هنا عندي السيلز دي ان ولا تو ان? ان. يعني ده كده عبارة عن مثال على الساكس سيلز او الجميت. كلام محترم. بيقول لك واضح جدا ان ايه? اول حاجة ده عبارة عن لا مش ده سوماتك سيلز ده سوماتك سيل وده سكس سيل او جميت. رقم بربي سوماتك سيل اند سكس سيل فور ده سيم او او سوماتك سيل والتانية سكس سيل لنفس الشخص. ممكن تبقى ديه. صح? تحنشوف اللي بعديها. لا. دي عبارة عن سوماتك سيل وبعديها سكس سيل وقال بالترتيب اللي موجود عندي في السؤال اهو الاول سوماتك سيل والتانية سكس سيل. خلي بالنا يا جماعة عندي هنا بيكون في سوماتك سيل بيكون يعني ايه يعني عندي ده سنائي. انما الان عندي هنا بيبقى يعني هنا احادي يعني ايه احادي يعني ان 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 انما انت عندك هنا يعني توكرو مصمز مع بعض. ايه? لو انت شلت فكده عددها قل. بس يا جماعة انا عندي مع بعض. عبارة عن ايه? احنا قلنا من شوية عبارة عن جين. والجين ده عبارة عن كود. بيترجم بعد كده الى بروتين والبروتين ده الطفل بيورسه فيظهر عندي او صفة معينة في الطفل. يعني مسلا فيه مسلا جين عبارة عن جين لون الشعر. الطفل ده بياخد الجين. الجين ده بيبقى عبارة عن كود. بعد فترة الطفل ده بعد ما يتولد البروتين ده عندي بيبدأ يكون موجود جوا جسمه بيخلي الشعر بتاعه وليه اللون معين. اللي هو اللون اللي هو ورسمه الاب والام. يبقى انا عندي هنا اه الكل اللي جايين دول بقى قولي ايه? اللي يحصل. مش هيحصل. طب خلاص انا عايز اجيب الاجابة اللي مش تحصل. البروتين ده يتغير طبعا البروتين هيتغير. لانك انت غيرت في يعني اصرت على الجين الجين يتغير يعني اصرت على الكود اللي هيترجم البروتين. اه طبعا الكاراكتر هيتأصر طبعا. الكود يتغير طبعا. شيلت النيك فيها البروتين. خلاصا واحدة. صح؟ لا جماعة. لا جماعة. هي دي الاجابة هي اللي انا عايزها. ان لا. هو الجين ده مسؤول او ده عبارة عن صفة معانية. اللي قلنا اقول له مسلا زي لون الشعر. انما مش كل هتتغير. انت كل تغير لو انت شلت او غيرت في كل اللي موجودة في جسم الانسان او في كل اللي موجودة في جسم الانسان. طب سؤال رقم ستة وعشرين بيقول. بيقول لي تمام. اه الوقت يبدأ جايب لجراف كده هبدأ بص الاول. طبعا قبل ما حل اي جراف. تعلمنا قبل كلمة الترميل الاولاني ان هابص مين مع مين. عندي سل ودي كده. السل وفيها كمية قديم الدي اي. عندي الاكس ده وقف عندي مين? وقف عند ابص كده عبارة عن الواي وقف عندها الزد وقف عندها طب حلو. هابدى ابص بقى. جماعة ده عبارة عن ايه? في كم كرموسوم فورتي سكس كرموسومز. يبدأ هابدأ اختار الفورتي سكس كرموسومز بس اللي اجابة تبقى سؤال حلو. سؤال شوف التاني. يعني ايه جميت? يعني عبارة عن سكس سل? نا ده قلت يعني خلاص خلاصت النمو بتاعها. تمام? يعني اصلا اي جميت في الدنيا. يعني اصد يقولك ان هي خلاص خلاصت وتكونت كسبرم او هو الجميت بقى فيها كم كرموسوم يبقى اختار الاجابة اللي وقف عند اللي هي جابة عند مين يا جماعة? يبقى زد يبقى زد جابة تبقى بي. طب بصوا السؤال الجاية بقى. ركز في الجاية دي خطيرة 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 رقم ثلاثة دي خطيرة خطيرة ركز فيها. مباشرة قبل ما تبدأ انك انت تعمل. ايه لي خطيرة بقى مستر? هفكرك بحاجة كنت اخدتها انت زمان? في اعدادي بس انت مش فكرة. او انت ممكن سمعتها بس ما فهمتهاش. اتقال لك ايه في اعدادي? اه الميس او قال لك. انا عندي في في الميتوزس جماعة في الميتوزس السل بتبقى سواء واحدة بقى واربعة عبارة عن فورتي سكس. فحصل هنا هو اللي حصل يا جماعة? قبل بدقيق بقى انت فكر في اه في اول مرحلة من بيبقى عندي بتكون ركز في دي. هي هتكون شبهها بالزبط. طب طالما هي شبهها بالزبط. يعني هيطلعوا ازاي بقى دول? ده سؤال انت ممكن يكون محيارك شوية من اعدادي. وبتاع اعدادي قال لك بس ممكن انت ما فهمتاش. قبل ما بيحصل بيحصل حاجة اسمها تضاعف. بمعنى انا دلوقتي دي تدي نسخة كمان شبه. يبقى فيه هنا دلوقتي قبل عندي كام عندي اتنين وتسعين كروموسوم. ده قبل بدقايق. او ما لما يجي حصل هتبدأ انك انت تكون جديدة. وتبقى عبارة تديها اللي انت كونتها الجديدة دي. فيبقى عندك المنظر ده. فورتي سكس قديمة والجديدة اخذ الفورتي سكس. فانا عندي القديمة ما اتأثرتش في حاجة. دي دي كده عبارة عن طب حالو. طولة مسلا يعني ايه مش فيهم برضو? انا لو معي ورقة دلوقتي. الورقة دي ورقة المتحان. النسخة دي بتاعتنا. انا عايز ادي لك نسخة. هل ينفع عاطع الورقة نصين? لا. هنصورها النسخة. وهدي لك نسخة منها. صح والغلال تقول لي صح? طب جميل. وبعدين. انا بقى معي ورقة. وانت بقى معك ورقة. شبهي بالزبط بنسخة طبق الاصل. انا قبل ما اديك الورقة انا كان معي ورقتين. فكأن حصل ليه للورقة دي تضاعف. بقى معي اتنين شبه بعض. ادي لك جزء والقدمة يتبقى معي الاصل معي انا. ده اللي حصل هنا. يحصل لها تدي واحدة شبهها واللي شبهها دي تروح رايحة للجديدة. فالمنزر بعد كده يبقى عامل كده. اهو بس والجديدة بقت فورتي سكس. ولكن قبل بدقايق كان فيه كم كروموسوم هنا قبل ما يتتوزع فيها اتنين وتسعين كروموسوم. فالاجابة عندي هتبقى وفيه ناس عندها في الطبعة بتاعتها مكتوبة هنا اكس خطأ مطباي وخطأ كتابي زبطها. قال ليها وجوابها صح. جماعة. انا عندي عندي اتنين من ازا ما اتفقنا. عندي وعندي في يعني مختلفين عن بعض في مين? مختلفين عن بعض كروموسوم. انا ده كل ده بقوله قبل احل اصلا السؤال خالص. مختلفين عن بعض في كل حاجة ما عادة. مختلف عن بعض. اجابة صح? طبعا هم الاتنين فيهم نص العدد فيهم تلاتة وعشرين وتلاتة وعشرين. يعني فيهم نص العدد الموجود في السوماتيك سيل. السوماتيك سيل عبارة عن فورتي سكس. الاتنين بيكون فيها اتنين وعشرين اه. اه اتوين تو اوتو سوم توين تو اوتو سوم. اصلا كده كده ما فيش بير. ده هو كروموسوم واحد ده هو كروموسوم واحد. حتى لو كان قال لي تبقى اجابة يا جماعة. اه انا اجابة تبقى صحة لو قال لي وان سكس كروموسوم. هنا بقول لي مختلفين عن بعض. او فيهم ايه? اه ما عادة. اقول لي الجابة غلط. ليه يا جماعة? لان انا عندي هنا وان سكس كروموسوم. وهنا ون. مش بير. يبقى اللي الجابة عندها تبقى دي. ليه يا جماعة دي؟ السوماتيك سيل بتكون فورتي فور بلاس اكس واي بالنسبة للميل. هتكون اوان اتنين من الاسبيرم. توينتو بلاس اكس توينتو بلاس واي. عالعكس على عكس زي ما قلنا بتكون اوفام واحدة بس. يبقى انا عندي لوان اتنين من الاسبيرم. في اسمه اكس اسمه y ده شكل الاسبيرن. ده هيد وتيل. اخضر ان شاء الله في سينيور ثري. لو دخلت يعلم ان شاء الله رب العالمين. السوماتيك سيل الاصلية دي فيها بير اوف سكس كروموسوم. انما السكس سيل او هو اخد نص العدد. فهنا اكس او هنا واي. انما ينفعش قولي ان السكس سيل او في بير. السكس سيل اجماعة بيكون فيها الكروموسوم هابلويد. اوحة ادية. طيب سؤال رقم تلانية وعشرين. the opposite graph represent the number of كروموسومز. انا اي سؤال عندي ببدأ اشوف هل هي سوماتيك سيل ولا هي سيكس سيل? for three living organism study then then the following answer. the number of otosomes. in the male spur of organism c. الاول بس ما اجنشوف ده. ده عبارة عن ايه? الاول هشوف الايه? الايه وقف عندي مين? الايه وقف هنا مسلا? ايت ولياكم. ده ونمبر كروموسومز. بي وقف فين? بي وقف هنا. وقف هنا يعني مسلا في حدود كام? اه لو انت ركز فيها كويس او كبرتها عندك في البوكلت بسيط هتلاقي عبارة عن فورتين. قبل خمستاشر. اه بحاجة بسيطة. السي لو انت كبرت كده هتلاقي السي ده بعد الخمسة واربعين بحاجة صغيرة. يعني كم كروموسوم فورتي سيكس كروموسومز. السي ده عبارة عن ستة واربعين. يعني بلاس اكس واي. هو هنا جاء لي يا جماعة ايه? بتاع طب حلو. جماعة انا عندي هنا الشخص ده لما يجي يعمل ويكون سيكس سل زي ما حفظنا وعايز يعرف بتاعة اصلا من غير ما ببص اصلا بيكون كم كروموسومز وبعد قول بير. الاول احنا قلنا الايه ده بيكون في كم كروموسوم قلنا الايه ده عبارة عن ايد كروموسوم. تمام. اه دلوقتي عايز اعرف كروموسوم الايه ده جماعة. لما يحصل له مايوتوك يعني مايوزز بال ايه هيديني نص العدد. يعني كم كروموسوم يبقى هيبقى عندي كم كروموسوم? كروموسوم. يبقى انت لازم تكون عارف كواس الفرق بين مايوزز والمايوزز. مايوزز بال ايه نص العدد. الميتوزز بالتي العدد كله اللي هو عبارة عن كومي. رقم تلاتة. نصخة الطبقة الاصلة بالتي. اه اه كما احنا قلنا العبارة عن كم كرموسوم قلنا حوالي اربعتاشر كرموسوم. البي ده لما يحصل له نسخة تبقى الاصل. هيديني عاملة شبهها بالزبط يعني زيها. هيبقى عندي ها عندي اربعتاشر شبهها بالزبط. طب مثل انا متلغبط ومش فاهم يعني ايه او انا متلغبط ما بين الديفجنز. بص يا سيدي. عندي اسمه مايتوزس او مايتوزس او بالتي بالتي وفي اسمه مايوزس او مايوزس او مايوزس بالاي بالاي. لو عندي سل تو ان. تي 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 مايتوزس نسخة طبق الاصل. يعني ايه? يعني سل تو ان هتديني سل تو ان شبه. وبعدين ها تو ان شبه. وبعدين ها تو ان شبه. وبعدين ها تو ان شبه. طبق الاصل. انما بيديني نص العدد. عندي تو ان. هيدينيها ان. هيدينيها ان. هيدينيها ان. هيدينيها ان. يبقى انا دلوقتي لو قال لي بالتي لسا نفسك سؤال هنا. لو قال لي بالتي نص خلال طبك الاصل. طيب زي وبعدين. ارجعتني للسؤال بتاعي بيقول اه خلاص خلاص ندير. فين? بتاعة اللي ده عبارة عن خلية جسدية في النبات. ومال مين هم بتوع في حاجة اسمها ده عبارة عن او كأنه عامل شبه في الانسان. وفي حاجة اسمها في النبات كأنها عاملة زي بالنسبة لها للانسان. يا سلام ده عبارة عن الميل جميت. يعني ان. بيكون عشان اخلي اجيب منها ان هعمل بالاي. هيديني نص العدد. فهتلاقي الاتنين واربعين دول. الاتنين واربعين دول هيبقى نصهم كام? هقول لك عبارة عن ليه يا مستر? لان انا عندي هنا اه عايزة ده عبارة عن تمام كده? طب اكيد ده معها دي عبارة عن طبعا ده ده اكيد هيبقى عشان خطر بيحصل لما يجا كون ان جسمنا كله بيعمل إلا لما يجا كون او الجميع سيعمل اخد نص من الاب ونص من الام فالعائل اللي جاي يبقى اخد ان من الاب وان من الام فالعائل اللي يجي لها يبقى ده عبارة عن شوفوا السؤال اللي بعده بيقول رقم تلاتين بيقول لي الدروسوف لا ليه عدد معين من الكروموسومز الفرق ليه عدد معين الكروموسومز الجوريلا ليه عدد معين الكروموسومز جماعة علاقة عقسية عكسي يعني عكس بعض يعني كل ما كان يكون متطور يكون الكروموسومز زيادة قلنا لأ كان زمان كان بسمع كان زمان الكلب هو اعلى واحد لان احنا لو انت واخد بالك من شوية كده احنا قلنا بالنسبة من عنده اكبر عدد من الكروموسومز موجود احنا قلنا والله قلنا فين 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 اه قلنا قلنا عنده كم كروموسوم ها ستمانية وسبعين كروموسوم وهل الدوج ده او هل الكلب ده اكتر كان متطور لا طبعا انسانه اكتر كان وانسانه عنده ستة واربعين طيب نرجع تانية سؤال يبقى اللي اجابة دي تبقى غلط ان الجينز اللي متشارع على الكروموسوم مختلفة مش عارف اصبر شوية دروسوفلة فيها او صفات اكتر من الفروج ده ملاش علاقة ملاش علاقة لانه ملاش علاقة بالتطور برضو عملاش علاقة بالنمبر كلهم مشتراكين او ها بيشعيروا مع بعض فالصفات الروسية لا طبعا فيه كائنات لها معينة عملا من الاجابة اللي هتبقى الصح هقول الاجابة هتبقى بي كل كائن اللي جينز معينة يعني بيبقى عندي كده كروموسوم بيكاري جين كاري جين وكروموسوم الواحد بيكاري هندردز او جينز طب تبقى زي الفل سؤال رقم واحد وتلاتين يعني تبقى الاصل يبقى يديني شبه يعني هيديني يديني 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 يبقى هو الاجابة عندها تبقى طيب سؤال رقم اتين وتلاتين بيقول انا عندي دي عبارة عن سيمات اكسل تو ان دي يبقى سيماتك سل حصل عطاني نص العدد لو انت واخدت نمه تو ان هنا انا وهنا انا يبقى انت عملت هنا وعملت هنا اخدت هنا نص العدد وهنا اخدت نص العدد يبقى اول حاجة يبقى 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 مع ان من يرجع الطفل تاني يعني كده حصل حاجة اسمها ويرجع العدد تاني ايش معنى يا جماعة? اصلي هنا كان هنا في الحالة دي لما عمل بقى وبعدين الاتنين اتحدوا مع بعض مع هابلويد تاني فكده حصل يبقى العجابة عندي الاول حصل هو ده اللي قالو يا جماعة العلماء في الكرومسومة ان انا عندي فيه الاول بيحصل وبعدين بيحصل اه انا عندي بقيت انا كده بالي نص العدد يبقى اول اللي جابها اختارها هي ولو انت اجب بسيطة لها هو اول دي الوحيدة اللي فيها بستعى نكمل يبقى اكيد طالما ان وان اتحدوا مع بعض يعني حصل حاجة اسمها طب الطفل الصغير يكبر ويكبر في الحجم عشان يكبر في الحجم يبقى يزم يعمل ومن اللي مسؤول عن عشان خطر جماعة عشان تكبر لازم تعمل ان الواحدة هتدي اربعة ان عندك المصل الواحدة تعمل عشان خطر عدد السلزي يكبر او عدد السلزي يزيد فانت تكبر يبقى لجابة عندي هتبقى يبقى الاول حصل نص العدد وبعدين حصل ليه عرفت في ان مع ان عطاني وبعدين حافظت على نفسها بقى ان زي ما هي يبقى عندي هنا الاجابة هتبقى مين فيهم ما بيكونش يعني عدد زوجي يعني ايه عدد زوجي يعني اتنين اربعة ستة تمانية فراشد ساموك بيتحييك عكسها يعني عددها فردي تمام اه جماعة مين مش هيديني يعني كلهم هيدو ها معادة واحدة يديني او يديني او يديني او يديني يعني التبقى الاصل هيديك ده عبارة عن ما تنفعش انا عايز مين مش هيدي عدد زوجي الزايجوت ده الطفل الجديد بيبقى ان من الاب وان من الام ما ينفعش والتو ان ده برضو ده جماعة عبارة عن برضو اصلا لما يحصل بيتكون عندي اصلا ها زايجوت اسال تو ان ديفايد بالاي نص العدد يبقى تديك انو يبقى دي الواحدة اللي ما عطتنيش عطتني ايها اود نمبر اللي جاء بعد عندها تبقى اها دي سهل مش فاهم ارجع تاني باي بالفيديو سؤال رقم خمسة وتلاتين بيقول لو جماعة الجين عبارة عن ايه ده كده اخدنا ده عبارة عن جين اه ده كده دايرة عبارة عن ايه ده عبارة عن كروموسوم طب حل زي الفل وبعدين انا بقول لنسيتك بقى اه مين فيهم بيعبر عن ده لو انت فاكر انك انت الكروموسوم شايل عليه جين اهو ده كروموسوم كاريت جينز سواء كان الكروموسوم بالمنظر ده او الكروموسوم بالمنظر ده اهو شايل عليه هنا جين وهنا جين وهنا جينز يبقى مين شايل مين الكروموسوم عليه جينز يبقى لجابة عندي الكروموسوم اللي هو الدائرة عليه كده جين اهو يبقى لجابة عندي تبقى سي كروموسوم كاري جين يعني الكروموسوم الواحد على حسب الكروموسوم قالت ان او جينز او جينز او جينز او جينز سؤال رقم ستة تلاتين بيقول لي جماعة انا عندي كم مرحلة تعال على جنب نشرح حملك انا عندي اربع مراحل لو انت فاكر انا كان عندي بي انا عندي بي ام اي تي ميتافيز انا فيز كلام محترم شكل الكروموسوم في البي والام بيبقى والاي والتي بيبقى تقول لي مستر يعني ايه الكلام ده لما قولك شايف المنظر ده قدامك ده عبارة عن ده كده عبارة عن اول كروماتيد طب بص التاني ده ده عندي هنا ده برضو الكروماتيد التاني اهو تمام يبقى ده شكل الكروموسوم في مرحلة البي والام في الاي والتي الكروموسوم بيبقى سنجل عمل كده اهو اهو ده اسم الكروموسوم او الله وعجوا دي واحد انما هنا عندي ده هنا في دي ان ايه على الكروماتيد ده وهنا عندي دي ان ايه يعني هنا جماعة في البي والام بيبقى عندي كم عندي فيهم يعني فيها كلام محترم. هنا انا عندي يعني بس هما ده كده والله اسم كروموسوم بس ده عبارة عن كروموسوم هصال له تقول لي مثلا ما قالوا لشنا الكلام ده ابليكيشن. انا بقول لك اهو. خلاص كبرت وبقت في السنوي. يبقى عندي هنا هو هنا في السؤال بيقول لي يعني شكل الكروموسوم بيكون هنا وماليش دعوة آآ سواء هو في ال اي والتي بيبقى يبقى انت تحفظها بي وام يبقى اي والتي يبقى ارجع للسؤال بتاعي تاني بيقول لي ايه السؤال? بيقول لي هنا جماعة يبقى كروموسوم بيبقى تمام يعني يبقى شكل عامل ازاي اهو ده يا خنزيري اللي قلت ده عبارة عن هقم السنترو سوم السنترو سوم ده كان زي الرايبوسوم واطلقبطش نفسك بس انا جيت اقول لي خنزيري لغلطان قلتها انا غلط بس في حاجة اسمها سنترو سوم وسنترو مير بترمي الاولين هنو قلنا كلمتين اخرهم سوم رايبوسوم وسنترو سوم انما ده اسمه ها الحيط اسمها سنترو ها سنترو مير ده عبارة عن موجود جواه والدي ايه ده لو انت فاكر جوا كرموسوم كان في دي ان اي كارها يبقى انا عندي هنا جواه هاكتم اتنين وعندي هنا اللي جواه كمان ده عبارة عنها يبقى انا هختار ايه هختار دي ان ايه واحد بس امتى اختار لما يكون الحالة في البي والام ليه يا جماعة لما يكون عندي البي والام بيبقى عبارة عن ايها بيبقى عبارة عن يعني عندي اتنين يعني عنديها اه اه تنشايفهم قدام يعنيك طيب ده كده بالنسبة للدرس الاول آآ يا رب اكون افدتكم يا رب اكون ساعتكم آآ يعني نحاول ان احنا نسمع كل الاسئلة نحاول ان احنا لو فيه لو فيه اسئلة صعبة نجري الفيديو ونجيب الحتة دي بزيات عشان خاطر وقتك وعشان خاطر التلم قصير وعندك المواد يهمة وكمية كبيرة انا لو ما كانك بصراحة الاسئلة اللي وقفة معي ابدأ ان انا اوقف الفيديو عند السؤال واسمع السؤال مرة واتنين وثلاثة لو ما فهمتوش تعالي انشاء الله رب العميلة فاهمولك لو فهمتو اللي بوهات اللي بعادية ما تحاولش انك انت تسمع الفيديو كامل عشان خاطر ما تضيعش وقت كبير على اسئلة ممكن انت اصلا تكون عارفة عشان خاطر ما تفقدش الشغف وتزهق وتمل لان انا كل سؤال بحله بالتفصيل ما مل كأنه اول مرة بحل السؤال ده او اول مرة حلل الفكرة دي تمام فاي حد يا جماعة واقف مع اي سؤال يبدأ ان هو يجيب يوقف الفيديو على حتة اللي فيها السؤال ويبدأ اسمع السؤال بتاعه فهمه تمام مقتنع تمام ما اقتنعش فيه يبقى انت هتجيل ان شاء الله رب العامين بعد الحصة احله لك كان معكم مستر عمر سماك هوكم كبير شكرا لكم يا جماعة وانتظروا ان شاء الله رب العامين بقية الفيديوهات هتنزلوا على بعضها بازنك يا رب. شكرا لكم يا جماعة وانتظروا 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 وانتظروا